دي فكات لذيذة قوي طيب أنا عايزة لك على حاجة أنت يعني دايماً بتبقي مثيرة للجدل على السوشيال ميديا يمكن آخر حاجة كان السيشانات التصوير اللي أنت ثورتها وأنا عشان عارفك عن قرب فعارف أن أنت يعني تلقائية جداً مش بترافض خطاتي لأن أنت تبقي مثيرة للجدل هو الحاجات بتيجي كده يعني سيشان البرتقال جلسة التصوير لا يعني مثلاً جلسة التصوير الخاصة بالبرتقال دي أنا بالنسبة لي كنت بحبها جداً عشان هي موالح هو البرتقال جداً يعني هو البرتقال اللي جدله هو هي فكرة إيهاب العاجلي طبعاً الديريكتر والستايلس اللي هو دايماً مسؤولة عن طلاطي الجميلة يعني وإيهاب وبراني الرفرنس يعني صورة البرتقال على فكرة الصورة دي مش جديدة حتبينت لا أولاد صغيرين أطفال حتانهم كده صداني صغير وحواليهم شتاح برتقال فراء ولا يعني هي موجودة الصورة بس ما حادش عملها أما جاتني الفكرة بقت جداً طبعاً بس يعني بس يعني بس كشم سوميت حتى جنبها فالفكرة حلوة هلنا في فاصل الصيف والانتعاش الفيتامين سي وكورونا وما كورونا واشربوا عصير برتقال عشان الفيتامين سي والمناعة تزيدوا الحاجات دي فالفكرة البرتقال منعيشة لطيفة وانت السنة دي مهتمة بالسباحة بالرياضة فكلهم بنزل أسباح ساعة في البيت عمدي في الحمام في عمام السباحة فكات الفكرة نزيلة كنتم مستمتعة وهما في الحرانين مطلع عينهم بيصوروا وأنا بعد في البسين في الماء بابالبط مع شريح البرتقال وزي الفل فالفكرة تلوة يعني أنت جميلة بسراحة ومختلفة جميلة أنا بحس أن أنت يعني زي ما يكون في حد ممكن يكون متربسلك أو بيحاول ليقلب الحاجات العادية لحاجات تبقى ضدك يعني مثلا أنا فكر كويس قوي التكريم اللي أنت يخطيه في السعودية اللي هو كان من جماعية المنتجين والموزعين في السعودية اللي هو كان مجسم لختم النبي محمد عليه الصلاة والسلام المفاكر قد إيه الجدل اللي كان حاصل والاتهامات يعني ده أنت بتشوفين طبيعي أنه طبيعي أنه ممكن يحصل ولا ممكن يكون وراء حد غيرا أو حد عايز دايق سمية لأي سبب من الأسباب يعني أنا بحس أنه ولا مش طبيعي أنه ذا يحصل ما بحضتش بقى في دماغي خالص أنه يا علي حد متضايق مني أو حد بيحاربني أنا مش هضيع وعتي في أني قاعد أفكر في مين بيحاربني ومين بيضايقني ومين غيران مني ما كل حد نسجل حيبقى فيه حد غيران منه وحد متضايق منه لو أنت هتوقت دي وقت كل الحاجات دي أني مش هتلاقي وقت وتقطب كلها هتروح في اللحي اللي هم نجات دول فأنا ما بحطش في دماغي اللي في حاربي حالي وإني طلع إشاعتي طلع واللي متضايق مني مع نفسه وإني بحضبني مموت فيه وأهلا وسهلا وبفكر في نفسي وفي حالي وفي شغلي وفي التجاري وفي أحلامي وفي طموحاتي وفي التجاري بتاعي أنا عايزة وصله مش هدوث عوقتي في أن أنا أقول فيه عندي ناس بتحاربني وأنا عصلي مقروه واصلهم بيغيروا مني عشان زي الأمر اشتركوا في القناة